أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية ودعم كافة المساعر رامية لسرعة تسويتها بشكل سياسي بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وينهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية والتي أحدثت ضررا كبيرا للدول ذات الاقتصادات الناشئة خاصة فيما يتعلق بالأمن الغدائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة جاء ذلك خلال اللقاء رئيس السيسي أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي أطلع الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي هذا وصرح للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن أمين مجلس الأمن الروسي نقل التحيات وتقدير الرئيس فيلادامير بوتين للرئيس السيسي مؤكدا الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر وذلك في إطار من الاتفاق للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وأضاف المتحدث أن الرئيس نقل خالص تحياته لرئيس بوتين متمنا مسيرة التعاون الثنائية بين البلدين وزيادة التبادل التجارية بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للتاقة النووية لتوليد الكهرباء والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس هذا وأوضح للمتحدث أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك شكراً لكم